طيب خلينا نروح لأخبارنا احنا أخبارنا دائماً أبداً بتبتدي بكورة اليد ليه كورة اليد؟ لأن نتائجها فرضت كده في كسعالم اللي فات كورة اليد عملت إنجاز كبير جداً وطمعت الناس ورفعت سقف طموحات المنتخب دلوقتي بيستعد خلاص الموسم نحل انتهى المنتخب بيستعد بقوة للمنبياد توكيو والمدير الفني روبرتو جاريسيا باروندو مدير فني منتخب اليد قرر يستدعي القائمة عشان يخشوا معسكر في الغرداء هيستمر لغاية نهاية الشهر الجاري طيب المنتخب ضم مجموعة كبيرة من النادي لأهل تسع العبيب هما محمد عصام الطيار عبد الرحمن طه أحمد هشام سيسا عبد الرحمن فصل عمر خالد كستيلو وإبراهيم المصري وإحمد عادل ومحسر رمضان وعمر سامي وزا ما قلت لحضراتكم إن المعسكر ده يقعد في الغرداء لغاية آخر الشهر وهيرجع تاني من خمسة ستة معسكر في القاهرة كل ده استعداد لأولمبياد توكيو إن شاء الله لاتعمل في اليابان وبفكركم تاني بمجموعتنا مجموعتنا السويد الدنمارك البرتغالي الياباني البحرين مجموعة قوية جدا 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 بس خلينا أوضح لكم بعض الأمور يعني تخص المنتخب والنادي الأهلي بالأخص النادي الأهلي زي ما حضراتكم عارفين خسر بعد مباراة فيصل بطولة الدوري وكان ما قد أداء كويس يعني المباراة الأولى لو لبعض الأخطاء سواء كان من التحكيم أو بعض الأخطاء البسيطة اللي كانت في الملعب كان النادي الأهلي يتوج بطولة الدوري وخدنا الحمد لله بطولة الكاس بعد مباراة من نادي الزمالك أيضا ولكن أنا عايز أتوقف هنا عند أمر مهم جدا النادي الأهلي عامل فرقة للمستقبل فرقة بشهادة كل الخبراء الفرقة دي ستتسيد البطولات المحلية ست سبعة تمن سين جايين مش أنا اللي بقول اللي بيقول الأرقام التسع لعبين اللي تم استدعائهم للمنتخب أغلبهم صغار السن وكابتن طري محروس المدير الفني لما بدأ يجاهز الفرقة بدأ يجاهز الفرقة بالمنطلق ده إنه مش عايز يعمل فرقة تاخد تفرقع مثلا زي ما بيقوله موسم أو اتنين وتاخد بطولة أو اتنين وانتهى الموضوع لا استراتيجية النادي الأهلي كانت إنه نروح على مستقبل كرة اليد في مصر يبقى داخل النادي الأهلي فدي الحتة اللي كنت عايزة وضحها لجمهور النادي الأهلي عشان ما يبقاش موضوع للبطولات المحلية يشغلنا ولكن إن شاء الله القادم أحد